أعقد مجلس القيادة الرئاسي يوم الجمعة اجتماعا استثنائيا عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العالمي بحضور جميع أعضائه ووقف المجلس أمام تطورات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف وإمدادات الطاقة الكهربائية والإجراءات الكفلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي أعقد الرئاسي دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي بعدن الأخيرة مطمنا القطاع المصرفي والمودعين بأهمية هذه الإجراءات التي تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك فضلا عن إلزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة الميليشيات لتمكين البنك المركزي القيام بواجباته واختصاصاته الدستورية والقانونية